اشتركوا في القناة هلأ خلينا نفلش إذا كان بدنا نستثمر العطلة الصفية لحتى تكون مفيدة لهالولاد وتنميهم وتطورهم مين الجهات المستهدفة اللي لازم تعمل على هالموضوع؟ يلا خليك صباح الخير للجميع بدايتان ويمكن احنا سترندا كترنا حالات الطوارئ على فكرة يعني امتحان التوجيه الطوارئ ومصر ايش طوارئ والاخري فاحنا بدنا نطلع من هالمود انه كل حياتنا صارت طارئة امورها بطارئ فاحنا بنتمنى انه حتى الاشياء الصعبة نحاول نسهلها لانه الحياة بدها تمشي يعني بكل الظروف رايحة تمشي طيب احنا قصدين هنا بالعطلة الصيفية وبتعرف يمكن كلمة عطلة عطلة هاي شوية بتحمل جانب سلبي كلمة نفسها عطلة معطلة بسو شوية اشياء معطلة اه انه خلاص معطلة بدي يقعد يعني يا ريت نستبدلها بالاجازة الصيفية اجازة الصيفية اجازة صيفية ونستثمر هاي الاجازة يعني امنا بحب اوصف الاجازة الصيفية بانه هي من الازمن الخصبة المفروضة تكون من الازمن الخصبة فعلا ومثل ما انه احنا بنهتم في ابنائنا داخل المدرسة وداخل البيت حلو انه نهتم فيهم برضو خارج المدرسة وفي الاوقات اللي ما بكونوا موجودين فيها داخل الصفوف او في المدرسة المباني الدراسية سواء مدارس او رياض اطفال او جامعات او الى اغريب فمن الضروري بمكان انه حتى هاي الازمن اللي هم خارج اصوار المباني التعليمية خارج اصوار البيوت يكون فيه الى استثمار وتفعيل صحية بالشكل السليم حتى نقدر نقول انه احنا استفدنا من اوقاتنا يمكن الاجازة الصيفية مرتبطة بمفهوم الفراغ وكلمة الفراغ يعني او الوقت الفراغ اذا تأمنا بسلبياتها اللي ممكن تكون انا مدمرة في بعض الاحيان ومن سلبياتها مثلا خاصة بعنصر الشباب والمراهقين انها بتساعدهم احيانا على الانحراف لانهم بصيروا يلتقوا بممكن تكون شلالية معينة وهذه الشلالية بالتالي ممكن انها ترغبهم بسلوكيات غير مطلوبة او غير تربوية لذلك وقت الفراغ من الضروري بمكان سواء باجازة صيفية او غير اجازة انه الواحد يستثمر صح خاصة انه يعني الديانات كلها بتدعو انه الانسان راح يحاسب على وقته وعلى عمره يعني في الحديث بمعناه انه سوف يحاسب الانسان على عمره فيما افناه ونقول الشهرين كاجازة صيفية مش قليلة من العمر حتى الانسان ما يكون انتج فيه الان ما بنا ننطلب انه مين اللي قلهم دور بانه يكون استثمار العطلة الصيفية بالطريقة الصحيحة وانه يكون فعلا الإجازات الصيفية بطلنا عن العطلة قلنا نجيب سيرت كلمة عطلية سلبية بالعطل مش عم بعمل اشي يعني صحيح الإجازة الإجازة الصيفية كيف مين اللي قلهم دور فاعل بانه تستثمر صح يعني انا برأيي انه بدنا ننطلق من المؤسسات المجتمع مؤسسات المجتمع سواء المؤسسات الرسمية الوزارات المختلفة أو المؤسسات الخاصة الأهلية يعني على سبيل المثال أمانة عمان لها أنشطة كثيرة الصعية وفيه قامت بإنشاء أماكن عديدة نحن بنقدر جهودهم لكن نحن بنتمنى أنه إذا تم إنشاء مكان معين وناجح هذا المكان يعني حلو كثير أنه نزرعه بأكتر من موقع حتى يستفيد منه أكبر شريحة ممكنة ويمكن أنا مرة أسمع أمين عمان مشكور يعني على الكلام بأنه ما في فرق بين مثلا عمان الغربية وعمان الشرقية ما في فرق بين عمان والمحافظات أنا برأيي أنه لازم يكون في فرق مش تمييز لكن لما نيجي نحن نستعرض من الشريحة الأكتر حاجة لدعمها من أجل أنها تقضي طبعا الإجازة الصيفية باستثمار صح بنلاقي أنه في عدد قليل قد يكون مرتبين أمورهم على أنه صفرة يعني إما خارج البلد يعني ربنا أميسر أمورهم بطريقة صحة وبالتالي أضوا وقتهم بدون أي عناء لكن في شريحة كبيرة عندنا بيلعب دور شغلتين بتأثر على أنهم ما يقدروا يستثمروا هذا الألوات من هالشغلتين الوضع المادي الوضع المادي خلينا نقول فيه نسبة كبيرة من أبناء الوطن صعب والشغل الثانية أنه أغلبهم عم يسكن في بيوت ديئة إذن يعني وضع مادي صعب وبرضه مكان ديئ يعني وعدد الأولاد يكون يمكن أكتر يعني وعدد بالزبط ست إخوان سبع إخوان اتخيلي يعني إلا اللي عايشين في مناطق مرفهة يمكن بيتهم في حديقة وفي مسبح وفي كده إذن راح مش راح يضطر يدور على مكان وراح يطلع برا لكن هاي الشريحة اللي بحدود 8% هدول اللي بندهم منا فعلا النصيب الأكبر وإنه ما يكونوا نفس الإشي بدهم منا فعلا إنشاء الأماكن في مناطقهم لأنه يعني السوري لما يكون في مراكز بعيدة عنه طب ما هما معه يدفع أجرة حتى بالتالي ضيء الحال عندهم وضيء المكان وكثرة العدد في البيت الواحد هاي بدهم تدفعوا يعني بديروا على الشارع بديروا يسهر على رصيف ما هو مجموعة من هالأصدقاء خصوصا لأنه ما في وقت محدد يرجع عشان يناموا بكير لأنه صحي متأخر طب خلينا نشوف هلا نحنا ضمن الموجود يعني وين ممكن يروحوا هدول الفئة مثلا نعم نحكي الفئة العمرية مثلا اللي بيقدرهم ياخدوا قرارات مثلا من 8 سنين ل 17 أو كذا وين بيقدروا يتوجهوا بناء على شو موجود ايش بيقدروا يعملوا ليستغلوا وقتهم أنا راح أجاوبك ستراندا بس يعني إذا سمحتي لي بس أستكمل مين اللي إله دور لأنه إذا قمنا مين اللي إله دور فعلا بنصير نخلق أماكن مسؤولية أكبر اه بنصير نخلق أنه وين نروحوا يعني هلأ في الوضع الحالي أنه وين نروحوا قد تكون الأماكن محدودة الأمكانيات محدودة لكن إذا إحنا عرفنا نعالج كثرة الأماكن ونقفف من التكاليف بالتالي بنقدر نقول لهم أن نروحوا الآن إحنا ما بننكر أنه في أماكن معينة وإذا الشاب أو خلينا نقول حتى المراهق أو الأطفال مع أهليهم طبعا قدروا أنهم يوصلوا لهذه الأماكن ففي أماكن يعني مثلا عندنا المراكز الثقافية المراكز الثقافية قبل شوي كان لقائك مع السفير الولندي أغلب السفرات فيها مراكز الثقافية والمراكز الثقافية فيها أنشطة وغالبا مجانا سواء القراءات سواء عرض أفلام سواء تعلم لغات قد يكون بشيء رمزي أو في بعض الأحيان بيعملوا دورات مجانية عندنا مثلا مركز زهى مركز الثقافية من المراكز الناجحة ويكاد يكون رمزي أو مجاني في أغلب أنشطته ومركز هيا أيضا في عندنا مثلا أمانة العاصمة في وسط البلد فيها مركز الحسين الثقافي مباني ضخمة قاعات ضخمة وأنشطة أيضا ضخمة وفي أنشطة دورية باستمرار موجودة أيضا في قاعة المدينة بيصير فيها نشاطات هلأ حلو كتير هان يجي دور الأهل حلو كتير يجي دور الإعلام ويمكن أنا بلوم على أمانة العمان وهي وزارة التربية والتعليم الصحية عدم وجود التنسيق الصح يعني الأصل أنه أمانة عمان الأماكن اللي عندك تعالي اسألي مثلا شريحة من الطلاب والشباب والأهل ما بنعرف إذن وين هلأ إيصال وحملات توعية تكون قبل الإجازة الصيفية حتى الناس والطلاب وخاصة اللي بحاجة يعني ياريت كمان مرة بقول إنه الشريحة اللي ما عندهم الأماكن اللي عندهم الظروف الصعبة إنه نساعدهم بإنه ندلهم على هاي الأماكن بالطريقة الصح وياريت إنه مثلا زي ما هو موجود مركزها في عمان الغربي يكون في مركزها في محافظات لأنه ناجح إحنا الشيء الناجح بدنا نكتره ونحاول إنه يعني نزرع في كل مكان من الأماكن اللي هم بحاجتها هذا الشيء الناجح يعني خلينا كمان أحكي إنه في جهات ثانية إلى هذا دور يعني وسائل الإعلام وسائل الإعلام حلو كتير إنه تخصص فقرة مثلا لنشر وين الأماكن هاي الموجودة وتعرف المواطني أنا كنت نعرفه مظبوط ما فيش إعلان عنها يعني في أماكن هو صحيح برضو حتى الناس ما بيعرفوها صح وياريت كمان الجهات الخاصة يعني المؤسسات الشركات يكون إلها نشاط في العطلة الصيفية من خلال كادرها من خلال طبعا جزء من ميزانيتها إنه نحنا بدنا ندعم هاي الشريحة يعني شوفي حب الوطن بتطلب من كل شرائح العطاء والعطاء بدون مقابل ويعني إحنا إذا كليتنا عبرنا عن حبنا بالشكل الصح أكيد إحنا راح نساعد بعض وراح ننمو بوطننا بالشكل السليم راح نطور شبابنا والجيل الناهض بشكل صح حتى نقدر نساعدهم يعني حتى الخريجين الآن الخريجين من الجامعات والمعاهد وبرضو هذا موسم تخرج هلأ واسمحيلي إن أقدمتهني ألا بنتي المهندس أنسام هلأ بتشوفني المهندس أنسام خلصت هندسة كيموية هي وزميلاتها ألف مبروك من خلالكم يلا يساعدك فهذول الخريجين أنا بدي أقدم لهم نصيحهم هلأ طبعا هم يخلصوا والله يعطيهم العافي مشوار طويل من الدراسة يأخذوا نفس شوي ويبدأوا البحث عن عمل لكن ما بدهم تكون أحلامهم كبيرة كتير يعني كل حدا وصل لمركز صاح أكيد بدأ بدايات بسيطة وإحنا مع الطموح لكن الطموح المخطط إله والطموح المدروس فلما يلاقوا فرصة عمل مناسبة لإلهم وخلينا نقول رغباتهم وميولهم وتخصصهم مو غلط أنه يقبل فيها حتى تبدأ هاي تكون الخطوة الأولى هلأ كمان من اللي إلهم دور سترندا اللي نقول دور العبادة يعني دور العبادة الصحيح احنا بنعرف أنه في مراكز منتشرة اللي هي مراكز تحفيظ القرآن الكريم وهاي مجانا وفعلا شيء يشكروا عليه وشيء الواحد بيعتز فيه فدور العبادة يعني لما تقدم هيك أنشطة إذن هي أفادت جيل معين ونشأته بالطريقة إن شاء الله تكون هي الطريقة السليمة والصحيحة يمكن أقول كمان أنه وزارات الثقافة وزارة الثقافة ودائرة المكتبات عندنا في عندهم أنشطة باستمرار تعرض ويمكن مثلا المكتبات عندهم كاتب الأسبوع إذا فيه الشباب والصبايا أو خلينا نقول أمسية شعرية تعرض هلأ بتعرف يعني أنا بتمنى ما دام نعم بنخاطب كل الشرعة إنه الشباب مثلا أكيد بقدر هو يقول أنا وين عندي مثلا شغلة ما أشبعتها لسه يمكن يكون مثلا شغلة ثقافية حابب إني أثقف أكتر يمكن واحد يكون عنده ميول فنية ياريت إنه الإجازة الصيفية تكون هي الفرصة نقول والزمان الخاص على أساس إنه يغطي هذا النقص اللي هو كان حاسس إنه عنده فيه وأجل وقت إني أدارك وأعمل شيء في هاي الإجازة حتى أغطي هذا النقص أنا بلاقي يمكن كمان هلأ نحن مقبلين على شهر رمضان الكريم وبرمضان كتير في مبادرات يعني نحن من خلال رؤية ومن خلال برنامجنا دنيا دنيا دائما دائما منشوف نماذج جديدة من مبادرات بهذا الوقت وكلها بدها متطوعين فشو أهمية العمل التطوعي لا طلاب المدارس والجامعات والخرجين حتى اللي هلأ عندهم فراغ أكيد فشو بيضيف لهم العمل التطوعي إذا راحوا يدوروا على هالمبادرات شوفي أنا كتير يعني بحيي رؤية لأنه بتدعم هذا الجانب كتير وبتستضيف شخص إلهم مبادرات كتير ويمكن بحلقات سابقة تناولنا جزء وبرده راح نخصص حلقة خاصة عن العمل التطوعي لأهميته كتير مهم لأهميته الكبيرة الصحيح الإنسان يعني إذا من جوه كان الإنسان عنده الحب للعطاء بيكون فعلا إنسان بمعنى كامل والكمال لله عز وجل أصدق أن الإنسانية من أحد معانيها السامية العطاء فالعمل التطوعي في بلدنا بدأ يظهر بطريقة نقول واسعة ومتسارعة لكن يمكن يكون فيه نقول له شروط معينة للعمل التطوعي صحي هو التطوعي لكن حتى يكون مخطط إليه مدروس المفروض أنه يكون ضمن أسس معين لذلك فيه هناك معيقات للعمل التطوعي يمكن تكون المعيقات نابعة من عادات اجتماعية معينة خاصة لعنصر الصبايا بأنه عمل التطوعي في أماكن معينة مختلفة واندماج واختلاط وإلى آخر لذلك إذا كان العمل التطوعي مدروس ومخطط إليه وضمن أسس ومعايير صحيحة راح فعلا يؤتي في ماره ونقول شو أهميته؟ أهميته كبيرة سترندا يعني ممكن أخذ بعض النواحي منها اللي شعور الشخص عن رضا ذاتي يعني هاي بحد ذاتها يعني قيمة كتير حلوة ومهمة في بناء شخصية الإنسان بأنه أنا منتج وكمان الأجمل منها أنه أنا صرت أعطي بدون انتظار لمقابل هلأ نحن بنقول الزمان صعب وأنه لو كل حدا مثلا محتاج بده يروح يعمل عمل تطوع طب كيف سد حاجته؟ لذلك أنا أدعم وفيه هو فيه صحيح العمل شبه التطوعي شبه التطوعي أنه بروح بيقدم أنه أنا متطوع لكن هذه الجهة عم بترتب لهم صح فيما بعد فرص عمل وحتى كمان بتعطيهم دورات يستفيدوا منها فيما بعد ممكن تشركهم بدورة لغة متقدمة إذن هو صحيح ما انتظر مقابل بس هاي طبيعة البروتوكول تبع هاي جهة اللي قدمت العمل من أول يمكن كمان تكون أثرت تجربته يعني بيكون هو كشخص يعني لو أضى ثلاث أشهر بالعمل التطوعي كتير بتطور أكتر وبسير بكرة لما يعمل مقابلة عمل بيكون عنده هو ثقة في نفسه أكتر وعنده المزيد لا يعطيه المزيد لا يقنع عن نفسه مية بالمية أكيد فنحن المشتنم أتفضل سوري يعني أنت هيك لامس دي وقتك كتير مهم اللي هو كيف نحن نمتن العلاقة بين الشباب وبين المجتمع والوطن والانتماء يعني إذا انخرط هو بهاي الأعمال التطوعية أكيد رايحة نقول مهاراته الاجتماعية تطور وحبه وانتماؤه لهذا الوطن والمحيط اللي هو فيه راح ينمو أكتر وأكتر لأنه إحنا نحن سوري بي بنعاني من مشكلات الانتماء الصحيح وإن شاء الله إنها تكسير فيه هاي بدناها قادة إن شاء الله بحلقة راح نخصص قصة العمل التطوعي بدنا نخصصها للعمل التطوعي أهميته بعدين كمان راح نحاول أنه نجيب أفكار وين يروحوا الشباب إذا بدهم يعملوا أعمال تطوعية أكيد موجود إن شاء الله شكراً لخبيل التربوي عبدالغني حجير أهلا وسهلا فيك الله يسعدك شكراً لكم